موسيقى إنها واحدة من أقدم الحضارات في العالم حيث انبثقت البشرية وتطورت تاريخ قديم وثقافة تطورت على مدى آلاف السنين موسيقى سنوات من الحرب في أرض شهدت كل تلك الحضارات التي تحولت إلى أنقاض على يد النظام السوري الذي يقيد حرية الرأي والتعبير هناك الكثير من القيود المفروضة علينا فبدأت الثورة تطرق الأبواب واحداً تلو الآخر الهجمات المسلحة بمرت التراث الثقافي السوري ماذا حدث للثقافة والفن والفنانين في دولة قل ما تجد لها مثيلاً والفظائف تأتي على منزلي كل يوم يعني ما في حد ما فيه يتأثر بالحرب بالقتل الصار بالدمار لا أعتقد أن الحرب كبدت السوريين خسائراً على صعيد الفن والثقافة بل زاد الاهتمام أكثر بسبب الحرب وعدت نفسي بالإقلاع عن الرسومات التي تعبر عن الحرب لأني لا أريد أن أبني حياتي المهنية على معاناة الآخرين إنما ورثناه عن الثقافة السورية خلق هذه الحرب لقد ورثنا الطائفية ورثنا الكراهية ينتقل العديد من الفنانين السوريين إلى العاصمة اللبنانية بيروت وإلى العاصمة الفرنسية باريس أزور هاتين المدينتين لأجد جواباً على هذا السؤال هل ينتعش الفن السوري خارج حدوده؟ في هذه الحلقة من برنامجنا بحثنا عن هجرة فنون سوريا خمسة ملايين سوري أو يزيد فر إلى بلدان أخرى رجالاً ونساء وأطفال مليون ونصف مليون منهم في لبنان ويشكلون حالياً ثلاثين في المئة من سكان لبنان سبع سنوات من الصراع خلفت الخراب والدمار في الأراضي السورية وتم تهجير العديد من الأشخاص ولكن ماذا عن تراثها الثقافي؟ جئنا إلى بيروتا لنرى كيف أن الفنانين السوريين الذين يعيشون في الشتات يحافظون على الثقافة السورية خارج حدود بلادهم سامعان خوام رسام وشعر وفنان جرافيتي سوري غادرت عائلته سوريا عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين هرباً من اضطهاد نظام البعث لقد حاولت الفرار من اضطهاد نظام الأسد في سوريا أليس كذلك؟ نعم، ولازلت أحاول لكني لم أنجح أبداً وهل تشعر أنك حر في بيروت؟ لا، ليس حقاً لا أعتقد أني سأكون حراً في أي مكان بالعالم لأنك تعرف في النهاية أن ما يطالدك هو أفكارك ومشاعرك تقوم أعماله على أشكال الرجل الطيار الشخص الذي يبحث دائماً عن منزل يؤويه هل يمكنك أن تشرح لي ما هو الرجل الطيار؟ إنه يعبر عني وعن رغبتي في مغادرة المكان الذي أقيم فيه حالياً حرباً من كل شيء، ووصولاً إلى مكان أجمل وأفضل، وصولاً إلى العالم المثالي اليوتوبية البحث عن منزل جديد في بيروت خلق لدى سمعان مجموعة من المشاكل لقد تولدت مشاعر معادات المهاجرين في لبنان بسبب الضغوط التي تواجهها باعتبارها دولة مضيفة رئيسية للسوريين كان لدي الكثير من المشاكل هنا وكان الطريق شقاً على اعتبار أني سوري يعيش في بيروت كان علي أن أغير حواري وأخفيه لأنه كان سيجلب لي متاعب أنا في غناء عنها أي نوع من المتاعب؟ حسناً لقد تعرضت للضرب أدة مرات هنا لكوني سورياً هاني سواح مغني راب وناجط هرب من سوريا بعد أن طاردته أجهزة المخابرات السورية ثم استقر في بيروت مستقره الجديد هي آخر واقع قوم حطام بيوتنا ردم الجورة فبطلت البلد تسعنا طلعنا نضمد روحنا البدن ما عاد وجعنا فانسينا وبالغربة شفنا وجوهم نعرفة فكرنا حالنا رجعنا نحن صدمة بعيون ولد شهد كيف بلعنا بعض قبل ما العتمت بلعنا بلعنا بعض لما جعنا غادرت سوريا في سبتمبر 2012 لأني كنت ملاحقاً من قبل المخابرات السورية بسبب مشاركتي في المظاهرات أول حراك مدني حصل في حمص حيث شارك في المظاهرات أشخاص من مختلف الطوائف كانت المظاهرات تضم جميع أطياف الشعب دون الإقتصار على المسلمين السنة وهذا الأمر بث الرعب والفزع في صفوف النظام السوري هربت إلى دمشق وبقيت هناك ما يقارب العام وعندما اعتقلوا أصدقائي طلبت المخابرات السورية منهم أن يعطوهم أسماء المشاركين في المظاهرات وأنا لا ألومهم لأنهم فعلوا ذلك مكرهين فغادرت حينها دمشق متوجها إلى حمص أعتقد أن الثورة تمثل إحدى السمات الرئيسية لموسيقى الراب فالربيع العربي جعلنا نفهم أننا جزء من حراك الشباب الجماعي الذي اشتاح جميع أنحاء العالم العربي هل تود توجيه رسالة ما؟ إنه من الصعب جدا أن أختصر كل ما أود قوله في رسالة واحدة ولكننا يمكن القول إنه يجب على المرء أن يشق طريقه بنفسه لو كان لي أن أحلم حقا لوددت أن أكون مثالا يحتذا به ودون الخوف من النظام السوري وينبغي أن لا يكون هذا الخوف جزءا من هويتك هل تشعر أن الراب له قوة سياسية في سوريا؟ لا يمكن لأحد أن يملك قوة سياسية في سوريا بدون سلاح لذلك نحن نفذل قصارى جهدنا لتحقيق التغيير حينها ربما لن أكون على قيد الحياة ولكن الموسيقى ستبقى حاضرة في الأذهان وجد الفنانون السوريون قواسم مشتركة لهم في المشهد الفني المحلي لقد جئت إلى معرض بيروت الفني للالتقاء ببعض هؤلاء الفنانين رمامت منزل العائلة القديمة اللي هو عمره 200 سنة في دمشق القديمة وهيأته ليكون أرت جاليري نقل سامر قزح معرضه من دمشق إلى بيروت بسبب الحرب لكنه عاد وفتحه من جديد في دمشق بالرغم من الحرب التي لا تعرف نهاية بعد أربع سنين غياب بيروت غياب قصري الحقيقة وليس غياب اختياري بسبب الحرب والقزائف أنا مقيم بدمشق والقزائف تأتي على منزلي كل يوم فقررت أني بعد هدوء الأجواء أن يعود لدمشق وأحيي الفن مع مجموعة الفنانين المقيمين بسوريا لم يغادروا وأيضا عودت بعض أعمال الفنانين الذين غادروا إلى خارج البلد سيريا آرت فير 2013 أول مشروع لإليه هو يقدم الفن السوري ولقى إقبال وتغطية عالمية وعرض الفن السوري إلى العالم لأن بهذا الوقت كانت الناس كلها عم تهتم بالحرب بسوريا فكانت وكالات الأنباء عم تحكي عن الحرب اللي عم تصير بالبلد بالسابق بسوريا كل يوم معرض جديد وكل يوم إنتاج وغالريات تعمل ومراكز ثقافية ونشاطات فجأة وتوقف في الجيل الجديد يرى الأعمال على الإنترنت ولا يراها على الواقع يشعر بلمسة الريشي على اللوحة موسيقى قيرا تتحت مجموعة كبيرة من الجاليريات وعاودت وأقامت بنشاطات مهمة جداً بدمشق والمحافظة وباقي المدن السوري وكان الجو العام جميل جداً فيه نشاط وفيه إبداع وفيه حركة دائمة ويومية وتوقفت كما تحدثت سابقاً بلحظة معينة وصارت يعني حيث أن البلد بلشت فيها الحرب يعني بلش فيها الدم بلش فيها القتل يعني الإجرام يعني استنى نشوف بعيون الإجرام اللي عم يصير البلد فتركت البلد وجيت على بيروت عقيل أحمد رسام سوري يتناول تقنيات الخط التقليدي لتحويلها إلى أشكال فنية معاصرة الفكرة أنه أنا ليش تركت البلد؟ أنه البلد راح تمنح حرب يعني فالحرب تأذي مؤذية مؤذية لكل شيء فهذا السبب الوحيد يعني أنه تركت البلد وجيت له تدعى فكرة المجتمع كامل ممكن يتهدد لكن الارتنوم مستحيل يتهدد لأنه هو صورة على المجتمع أحادي ما علاقتك بسوريا الآن؟ ماذا تعني لك سوريا؟ سوريا ذاتي يعني دوري أنا يعني أحساسي مشاعري فني كله سوريا يعني أنا حتى حتى بداخلي أنا ما بحس موجود دم يعني بحس موجود فراط عالميش بحس مثلا أنه أحجار الشام كلها روحي يعني دخلة بقلبي يعني يعني حتى ممكن كل شي ريحة شبع بحياتي يعني أنا خايف من الرجع صراحة يعني أنا خايف أرجع على البلد شوف الشام غير شوف حلب غير شوف حموز غير شوف حما غير شوف دير الزور غير أنه الناس وينها يعني بيوت وينها الجمال اللي كنا نحس فيه وينه يعني موجودة هل ترى ولا راح ولا غادر هالتساؤل هذا موجود بكل لوحة من لوحات يعني أوكي هو الجمال اللي يكون مليء بالحزن يعني أو مليء بالاشتياق فينا نقول معرض أيام هو معرض للفن المعاصر تأسس في دمشق عام 2006 وكان الأول من نوعه في البلاد أصبح ملاذا للفنانين الذين يعيشون في ضواحي المدن المضطربة أمنياً بعد أن اندلعت الحرب عام 2011 فرعه الذي في دمشق مغلق حالياً ولكن المعرض امتد حتى وصل إلى بيروت ودبي وبات يقوم بمشاريع مشتركة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا يأمل أصحاب المعارض مثل سامر في إعادة بناء المشهد الفني في سوريا بحد ذاتها في حين أن المعارض الأخرى مثل هذا المعرض ثرن إلى تقديم الفن السوري في جميع أنحاء العالم غادر محمد المفتي سوريا عام 2012 وهو رسام ومهندس معمري يستمد إلهامه من الحرب في بلاده أصبح الوضع في سوريا سيئاً للغاية بالنسبة لجميع أفراد المجتمع لذلك وجدت من الضروري أن أعبر عما أشعر به وعما أراه وعما أسمعه من الآخرين لذلك غادرت في يوليو تموز 2012 عندما تبدل الوضع قليلاً وأوشكت الحرب على الاندلاع أعمال الفنية ذات صلة وثيقة بالعمارة والتمدن والتاريخ لقد انتقلت تماماً من الأعمال المجردة إلى الأعمال الفنية الواقعية جداً ولكنها ربما تكون عمالاً موضوعية أعتقد أن الفن قد ازدهر نوعاً ما أود القول أن الفنانين السوريين أتيحت لهم فرص عديدة خلال الأزمة والحرب لذلك اهتم الناس بهذه الأعمال وبهؤلاء الفنانين لأنهم يتحدثون عن أمور تاريخية ستظل حاضرة في أذهان الجميع فأقبل الناس على معرفة الفن السوري باعتباره وثيقة تاريخية على الأرجح وأصبح نوع من الموضة لجمع الفن السوري حسناً تنتابني مشاعر متناقضة جداً لأنك من ناحية تشعر بالسعادة جراء رؤية الناس مقبلين على معرفة ما يجري في بلدك وتاريخك وثقافتك لكن من ناحية أخرى بصفتك فناناً لديك هذا النوع من الإحساس الغريب هناك شيء ربما أخلاقي وأحياناً أسأل نفسي ما إذا كنت أرسم حالة الحرب أم أرى أمامي لوحة لبعض الأطفال القتلى بين أن تشاهد الحرب في لوحة تشتريها أو تشاهدها عبر الإخبار الأمران مختلفان من حيث الهدف والاستهلاك جميعنا فقد الكثير بسبب القضية بأكملها ولكن الخسارة الكبرى هي البلد بحد ذاته وأن يتشكل لديك شعور وإحساس بأنك لم تعد تنتمي إلى المكان الذي تعيش فيه هذه هي الخسارة الكبرى إنها صعبة للغاية الشعور بالفشل صعب والخوض في بداية جديدة بعد عمر معين صعب أيضاً لا ينبغي أن نتوقع من الفنانين السوريين أن يكتفوا بالحديث عن الحرب في أعمالهم كما لو كانت قصة بلادهم لها جانب واحد فقط لا غير لكن لقائي بهؤلاء الفنانين جعلني أتساءل عما إذا كان من الممكن أتخلص من ندوب الحرب إن كنت قادماً من أراضيها اختار العديد من السوريين أوروبا وجهة لهم بحثاً عن الأمن والحياة الكريمة بلغ عدد السوريين الذين تقدموا بطلب الإقامة في أوروبا حوالي مليون شخص بدءاً من عام 2016 ولكن لم يتم منح اللجوء إلا لنحو 175 ألفاً يهاجر معظم الفنانين السوريين إلى باريس مركز الفكر والفن والثقافة في العالم أودت أن أعرف كيف يتأقلم بعضهم في واحدة من أكثر المدن شهرة في أوروبا وماذا يعني تكوين جمهور جديد في أرض أجنبية؟ حصلت ديالا بريسلي على حق اللجوء في فرنسا فانتقلت إلى باريس مغادرة بيروت التي تعرضت فيها للتمييز العنصري على حد قولها إنها رسامة كاريكاتورية والناشطة شاركت في الثورة السورية منذ بداياتها في لبنان يسألونك دائماً عن دينك واتجاهك السياسي وما أن يعرفوا أنني مجرد ناشطة حتى يسموني داعش فالسوريون في نظرهم إما من نظام بشار الأسد أو من تنظيم داعش ولا يعترفون بوجود الثورة السورية فكان هذا الوضع صعباً جداً بالنسبة لي وحتى بالنسبة لأصدقائي اندلعت المظاهرات عام 2011 عندما كنت في سوريا فشاركت فيها على الفور وكنا نقوم بإعداد المشافي الميدانية وبحلول عام 2013 ازداد الوضع صعوبة وامتلأت دمشق بنقاط التفتيش ولم أعد أشعر بالأمان فقررت الرحيل ما جرى في سوريا أحدث تغييراً في أعمال الفنية على عدة مستويات أولاً وقبل كل شيء غير أسلوبي الأمر أكثر خطورة لأنني أتحدث عن أشياء درامية للغاية وتحدث في سوريا عندما بدأت في عمل الرسوم التوضيحية استعملها الصحفيون كبدائلة لدعم تقاريرهم ثم أصبحت فنانة فيلغرافيك الإعلامي هل تعرضت لمضايقات بسبب عملك السياسي في سوريا؟ لا، لم أتعرض في الواقع وأنا محظوظة بهذا الخصوص لا الفن ولا عملي في الإمدادات الطبية جلب لي المتاعب والمضايقات كنت أعلم أن هناك تقريراً بحقي لكن لم يحدث شيء ولكن قبل ذلك أي بين عامي 2011 و2012 كنت أعمل تحت إسمي المستعار إلويسي بريسلي الناشطون في سوريا يستخدمون عموماً أسماء مزيفة لأنهم يعلمون أن استخدام أسمائهم الحقيقية على شبكات التواصل الاجتماعي ليس آمناً هل تشعرين بالضغط لإنتاج الفن السياسي بغية الحصول على مزيد من الاهتمام؟ عندما رأيت هذه الموجة الكبيرة في الفن السياسي السوري بدأت أشك حقاً في فني وشعرت كما لو أنني لم أكن جيدة بما فيه الكفاية وأني فعلت ما يريدونه فقط أنا لا أعيش في منطقة الحرب فيجب أن أنظر إلى العديد من الصور عبر الانترنت وعندما أنظر إليها أجدها صادمة بالفعل فألتقط نفساً عميقاً في بعض الأحيان ثم أعاود البحث وأجمع بعض الصور وأشعر كأنني في سباق القلوب وعندما أعمل على موضوعات الأطفال على وجه الخصوص وأعيد نفسي بعدم تناول الحرب في رسوماتي لأني لا أرغب في بناء مسيرة المهنية على معاناة الآخرين هذه الحرب كانت فرصة لي وللكثير من الفنانين السوريين وكذلك كانت فرصة للفن والثقافة لأن الفن والثقافة لا يمكن سجنهما وإذا ما سجنه سيصيبهم العفن فواز بكر هو موسيقار ومهندس سوري يعتقد أن الثورة في سوريا والربيع العربي كان فرصة ضائعة يؤسفني أن أقول إن الربيع العربي حقيقة لم ينتج لا موسيقى ولا حركة ثقافية لأن القضية في نهاية الأمر هي قضية الهوية وأفضل طريقة لتكوين الهوية يتمثل في بنائها لا في الحفاظ على الهوية الموجودة سابقا إنه يشعر اليوم أنه يعيش تحت شكل آخر من الدكتاتورية اليوم يحكمنا دكتاتور لا اسم له إنه المال يمكنك تسميته بالليبرالية أو الديمقراطية أو ما شئت من الأسماء أرى أن الأموال والبنوك هم الديكتاتوريون الحقيقيون لدينا فنانون استفادوا من الحرب على الرغم من أنهم موالون للنظام من جهة أخرى الفنانون الآخرون استفادوا أيضا علاء أبو شهين، نحات سوري، يقول إنه لا يريد أن يستفيد من الحرب في سوريا عندما أريد العمل بموضوع يخص سوريا، أصنعه لنفسي لا أرغب باستخدام سوريا ولا الثورة ولا الشعب لكي أواصل مسيرتي المهنية أعمل على مواضيع تجلب السعادة، هذا ما يثير اهتمامي في الحياة لا يعني ذلك أنني لا أعمل بموضوعات تمس الحرب لكن لدينا ما يكفي من مشاعر الكآبة في سوريا لذا أبحث عن مواضيع تجلب الفرح أجبرت على اتخاذ قرار مغادرة سوريا بين عامي 2012 و2013 بينما كنت أريد البقاء كنت أحاول تابعة حياة طبيعية لكن ذلك كان مستحيلا بكل هذه الطاقة والشغف بالحياة عندما كنت أنظر للآخرين كنت أجدهم محبطين تماما لذا كان الوضع صعبا حتى شعرت باليأس أقوم بتصور التماثيل والرسوم الغريبة نوعا ما في مخيلتي أشكال تبث شيئا من البهجة وقليلا من الضحك لأن ذلك هو الشيء المفقود في الحرب أنا محبط بما فيه الكفاية إننا مختلفون وحزينون بما يكفي الدور الذي اخترته لنفسي في هذا الصراع هو النقد وأن أكون مبدعا قليلا في النحط لكن بتمثيل السعادة بطريقة ما نحن السوريون نعم لدينا حرب والكثير من المشاكل لكننا لازلنا قادرين على الابتسامة بل علينا أن نبتسم ونتطلع لبهجة الحياة حرب دمرت نسيج المجتمع السوري الفن له دور رئيسي في بناء السلام يحاول الفنانون السوريون إعادة بناء حياتهم والحفاظ على ثقافتهم حية في بلدان أخرى الراب يعني أنك ترسم مصيرك الخاص بك بعضهم يستخدم فنه كنشاط للحفاظ على الحوار حول الحرب يجب علينا بالفعل أن نعتني بهذا جيل الضائع الذي يطلع الثمن بأكمله يريد الآخرون إعادة رسم صورة جديدة للبلد الذي يأملون العودة إليه ذات يوم أنا علاء وأنا نحات لا أهو السياسة ولا أحب الدكتاتورية ولا أحب الحياة تحت رحل حرب أحب النحت وإن ذكرني الآخرون يوما ما أريدهم أن يتحدثوا عن تماثيلي أجبر الفنانون السوريون على مغادرة بلادهم التي دمرتها الحرب لكنهم حاولوا الحفاظ على ثقافتهم خارج حدوده ورغم أنهم واجهوا العديد من الصعوبات والتحديات فإنهم عملوا على إثراء الحياة الفنية في المدن التي قصدوها فضمنوا تألق الفن السوري في جميع أنحاء العالم رغم الحرب التي تعيشها ثقافتهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر